تحقيق تنمية الشاملة والمستدامة لصالح الوطن والمواطن وبالأخص بملف العمال الذي يعتبر من أهم الملفات وعنصر مهم من عناصر التنمية المستدامة من خلال توفير أوجه الدعم والحماية للعمال والمحافظة على حقوقهم ضمن تشريعات وطنية متطورة تتماشى مع معايير العمل الدولية مملكة البحرين تطبق العديد من القوانين التي تصم في تعزيز بيئة العمل الآمنة والتي تحد من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية لضمان سلامة العمال من خلال البرامج والتدريب المستمر الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات الهادفة إلى استدامة استقرار ونمو سوق العمل البحرين تعتمد على خططها كلها على محورين أساسياً أولاً تحسين المهارات سواء كان تدريب على رأس العمل أو ابتكار برامة جديدة للتدريب أثنين تحسين مخرجات التعليم حتى تكون موائمة أكثر لاحتياجات سوق العمل العمل ليس سهلاً محتاج حق جهود ومبادرات مستمرة ثلاثة كسب الاستثمارات العالمية وسط كل هذه الحالة التنافسية الموجودة في العالم بحيث أننا نجر بيئة عمل قوية مولدة للوظائف داخل مملكة البحرين فتنمية المهارة ومعالجة موضوع الكلفة بتوفير الدعومات المستمرة سواء دعم الرواتب أو دعم التدريب المجاني لأي بحرين حتى يطور قيادته هذه محور السياسة التي تعمل عليها حكومة مملكة البحرين خطط مستقبلية متكاملة لاستقطاب الاستثمارات المولدة للوظائف ومنح التسهيلات للمواطنين ليكونوا رواد آمال منتجين يسهمون في المسيرة التنموية من خلال شراكات مجتمعية ساهمت في تحقيق قفزات نوعية في معدلات التوظيف كما ونوعا والمحافظة على زيادة وتيرة التوظيف مملكة البحرين حريصة على الاستمرار في تعزيز وحفظ المكتسبات العمالية انطلاقا من التقدير الكبير الذي يحظى به العمال من قبل جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية في البلاد باعتبارهم حجر الأساس لبناء الأوطان وتطورها